هاي الحبيبات بتفود لجوء أو تلتصق بالأكياس الهوائية نحن عنا لا هذا بقولك ايش؟ منفلتر بمية اه منفلتر نحن وهذا الفلتر ما بيرقوط منيح والسيجار أحسن لأنه بيجي طبيعي نحن منطق كله محروء وكل وراق محروء كله كموية نرجع بس معنىش دكتور مما أنه إحنا وقفنا شوي خليني أقاطعك وأاخذ هالإتصالي حتى لا نطر العالم تفضل معنا اتصال انت على الهوى السلام عليكم وعليكم السلام سيد محمود إبراهيم أهلا إبراهيم يعطيك العافية من وين عم تحكينا إبراهيم من وين أنا عم أحكيك من إربت أهلا وسهلا تحياتنا إلك وإهل إربت جميعا فضل شو استفسارك فضل أنا عندي إصاب رجلي عند الكاحل عند العظم البارزة من جوه لما بصلي أو بيجي عليها ثقل أو لما بكون سايق فتوججاني كثير وين أخي الألم مرة تانية؟ عند العظم البارزة رجلي من جوه اللي هي رمانة الرجل يعني؟ نعم الرمانة عند الكاحل أسفل 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 من الداخل دائما الوجع موجود؟ لا مش دائما لا أمتى بصير الوجع؟ بصير الوجع لما بكون أسوق لما بكون أصلي لما بتكون بتسوق أو لما تكون بتصلي إن شاء الله إنا نجاوب على السؤال إن شاء الله طب ممكن أسأل فيه شغلة أطفر بإجري وقع عليّ شغلة ويعني قلص على فترة طويلة يعني ايش هو؟ رطفر أسفل إجري ومش عارف يعني عش عامل أطفر إجري؟ أطفر الرجل معلش عدي السؤال الثاني السؤال الثاني وقع على أصبع على أصفر رجلي أحضر بلقها أو صار زي اللي بديك باع وكذا وصار لفترة يعني أدي صار لفترة يعني؟ يعني بحثوا تشهر وبعده بوجع؟ لا ما بوجع بس أنه بديك باع نعم بزيد قعد أوكي نعم إن شاء الله سلامتك ألف سلام عليك أترى يزيد نمو الأطفر نعم يمكن يزيد هلأ نجاوب على السؤال الأول اللي هو رمانة الرجل كاحل هو على ما يبدو من صوته يعني ما سألنا سينا نسأله أدي عمره لكن ألام الكاحل شكله شاب هلأ إذا مش واقع عليها ولا في ضربة ولا أي شيء على الأغلب إنه حوالين الكاحل أحيان بكون فيه أربطة وفيه أنسجة أوكي هي اللي بتمسك الكاحل يعني المفصل إذا ما فيه أربطة وأنسجة حواليه مثلما يدعس لا ما هو عشان هيك عشان هيك فهي الأربطة تاعة الكاحل والعضلات هي على الأغلب إنه بكون فيها تهيج نعم 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 بكون فيها حركة بكون فيها حركة زايدة هلأ هاي عبارة عن شغلة عرضية شغلة عرضية بتخف مع الوقت بدأ تاخد وقتها بدأ تاخد وقتها شو ممكن هلأ إحنا دايما في العظام مشكلة العظم عنا إنه الخيارات إحنا عنا بتكون يا إما نعطي للمريض إنه بنحكي له الأضوية المضادة للتهيج ونميز بين التهيج والالتهاب الالتهاب هو عبارة عن تهيج بكتيري أو جرثومي بايرل أو بكتيريال هذا صار اسمه التهاب هلأ الأغلب المشاكل يعني أكثر من تسعين بالمئة أو أكثر من تسعين بالمئة من مشاكل العظم هي تهيج واحد عدوى نعم والثاني تهيج نعم علامات التهيج علامات التهيج بكون ألم في المنطقة أحيانا ممكن يصير في عنا حمرار وممكن يصير في عنا نفخة في المنطقة اللي فيها تهيج أوكي والألم بالعادة بكون في الأوتار أو في مفصل بيصير مع الحركة بينما هو قاعد ما في عنده أي مشكلة فدايما هاي الألام اللي بتصير مع الحركة أو بوزيشن معين أو وضعية معينة تهيج لازم نقول أنه في فقدان للوظيفة فقدان للوظيفة هاي بكون مرحلة متأخرة لما بيصير متطور التهيج أو أحيانا بيصير أكثر بالالتهاب بيصير في فقدان ووظيفة لكن الميزة التهيج عن الالتهاب إنه الالتهاب بالعادة بيكون فيه أعراض عامة يعني الالتهاب موجود لا سمح الله لو الالتهاب بالكاحل كان بيصير فيه عنده حرارة سخونة بردية قشعريرة بحس حاله دايما تعبان والألم دايما بيكون موجود لكن كونه الألم إحنا بنسميه الميكانيكا البين يعني الألم اللي بيصير مع الحركة هذا بالعادة دايما بيكون مطمئن لماذا؟ لأنه فيه إشي معين بهذا المنطقة لما بتتحرك، لما بتتحرك بيصير هذا الألم طلب مش متحرك، معناته ما فيه ألم معناته هذا الموضوع مش إشي دائم فبتالي مش إشي بيخوف نعم، وبكون موضعي وغير منتشر فبتالي علاجه هذا الموضوع بده شوية راحة مرة تانية وبده شوية تلج زي ما حكينا للأخ القبل كمان مغاطس تلج جمعا مغاطس تلج ربع ساعة لتلت ساعة مرتين أو ثلاث مرات باليوم ربع ساعة لتلت ساعة مرتين أو ثلاث مرات باليوم طبعاً لا سمح الله إذا ظل متطور بهذه المنطقة برضه يرجع يراجع دكتور ممكن شخصه ممكن مرحلة معين نضطر إنه نعطيه بهذا المكان إبرت كورتيزون هذا بمرحلة متطورة جداً إذا كان فيه تهيج بالأنسجة وعلى الأغلب إنه ما بيحتاج الآن بالنسبة للموضوع الثاني موضوع الأطفر تاعة الرجل تاعةه يعني أنا صعب إني أفتي فيه هو موضوع جراحة عامة وجراحة بلاستيك سيرجير جراحة التجميل أكتر من جراحة عظام فبدو فحص سريري بدو فحص سريري بس على الأغلب طالما إنه الأطفر ضل بمكانه رح يروح الأطفر ورح يطلع أطفر مكانه تدرجياً بس رح يأخذ وقتهم لأنه معدل نمو الأطفر بطيء جداً بطيء بطيء طيب إن شاء الله نكون جاوبنا عليكم بهذه الاستفسارات مش عارف فيه معي كمان اتصال محمود محمود تفضل أنت على الهواء أطوأ فقدنا الاتصال معلش نعتذر جداً عن التأخير بس إحنا لناخد كل واحد لنجاوب ولنكمل موضوع الحلقة كتير مرات يعني بيكون عندنا زحمة نعم نرجع ل هشاشة العظام والدخان شغلة كمان موجودة ولكن ليس مثل الدخان الشائع تؤدي لها هشاشة العظام وهي الكحوليات بأنواعها جميع أنواع الكحول تؤدي لها هشاشة العظام هلأ هناك علاجات معينة الناس أحياناً تكون غافلة عنها ومن العلاجات الشائعة نستخدمها كثير تؤدي لها هشاشة العظام وأشهرها الكورتيزون كورتيزون نعم الكورتيزون بيساعد بشكل كبير بها شاشة العظام ولكن نميز بين الكورتيزون زي ما حكينا جاوبنا الأخ إنه الكورتيزون الموضعي اللي بنعطى بالمفصل أو الكورتيزون اللي بنعطى بالوريد أو بنعطى سيستماتيك عن طريق الحبوب يوصل للدم هلأ الكورتيزون اللي بنعطى بالمفصل هذا ما بيوصل الدم بالعادة وإذا وصل بيكون نسبة قليلة وبتكون يعني مرة واحدة نحن نعطيه بينما في ناس أحيانا أمراض روماتيزمية أو أمراض الحساسية المفرطة أو اللي بيكون عندهم مشاكل بالقصبات الهوائية بيأخذوا كورتيزون بكميات عالية ولمدة بالعادة تزيد عن ثلاث شهور نحن ننصحها للمرضى أنه دائما لازم يبدوا مع الكورتيزون سنحكي عنه إن شاء الله بالعلاج على فيتامين دي وكالسيوم لكي نحاول نقلل فرصة حدوث هشاشة مع الكورتيزون إذا أخذوا لمدة أكثر من ثلاث شهور بالعادة يعني من المعلومات المهمة أتصدر لليوم نعم بالعادة الدكتور ينسى أو يغفل لأنه يعطي للمريض هذا الكالسيوم مع الفيتامين دي طبعا كل مريض له حالته الخاصة ولكن على أساس إذا الدكتور ينسى المرضى يكون المريض أو المشاهدين يكون عنده فكرة إنه لا سمح الله لو أحد يحتاج كورتيزون لفترة طويلة لازم يسوي فحص الهشاشة ولازم يبدأ مع فيتامين دي وكالسيوم من الأدوية كمان عشان نعرج عليها بشكل سريع اللي ممكن تسويها شاشة الناس اللي بتاخد الأدوية المضضلة لحموضة اللي هي اسمها العلمي PPIs أشهرهم الأوميبرزول هذا أحيانا ممكن نسويها شاشة ممكن نحكي لهم بالعامة اللي هو الدواء ضد حموضة المعدة ضد حموضة المعدة اللي بتاخدوها الحرقة عشان هدف الحرقة حرقة المعدة بلناس تحكيهم بس بتشوه داعيتهم على التلفزيون ناناتهم واحد ويوو وتاني والصن والعيلة العلمية تاعتهم البروتون بومب انهبترز أو الPPI هدول بالعادة بكونوا بيقدوا لها شاشة العظام أدوية الصرع بأشكالها والكآبة كلاياتها بتأدي لنقص فيتامين دال ولها شاشة العظام والله شاشة العظام نعم نعم ومن كمان الأدوية اللوموليكولر ويت هيبرين اللي هو المميعات اللي بتنعطها بالوريد أو بالحيانا بتنعطها بالجلد هاي ممكن لفترة طويلة بتسويها شاشة العظام كمان منها الأدوية المدرة للبول بأنواعها أغلب أنواع الأدوية المدرة للبول لأنها بتطرد الأملاح كيف بيصير إدرار البول هي بتطرد الأملاح من أهم الأملاح اللي ممكن تنطرد لهي الكالسيوم أوكي مع بعض أنواع الأدوية المدرة للبول فبتالي ممكن يصير في عنا هشاشة العظام الآخر شيء بالهشاشة العظام جميع الأمراض المزمنة السكري لما بصير لها فترة طويلة أمراض فشل الأمعاء في امتصاص الأملاح بتأدي لهشاشة العظام أمراض الكبد وتليوف الكبد بتأدي لهشاشة العظام وإشي كتير مهم لالله يشافيهم ويعافيهم المرضى اللي بكون عندهم الفشل الكلوي واللي بيغسلوا هدولا بيصير في عندهم هشاشة العظام شديدة نفس النظرية كل إشي بتطرد الأملاح والمعادم والهيئة المؤسسة يعني للعظام نعم بالضبط بالضبط هاي بتأدي لهشاشة العظام طيب إذا بدي أنا نزعش على كمّل المرضى يعني اللي بدخن واللي بيشرب نعم بياخد أدوية للسكري واللي بياخد أدوية الحرقة واللي بياخد أدوية الصرع واللي بياخد أدوية الاكتئاب صورة عدة بالنناس اللي بعرفهم اللي بدي أقولهم لا أي شاء نقولهم إنه يستشيروا طبيب نعم هلا أي وحد أي مشاهد بيحس إنه بتنطبق عليه أي واحدة من هدول الأدوية أو هاي الأمراض ننصحه إنه يراجع دكتور عظام ومفاصل عشان يسوي له فحص هشاشة العظام اللي هو الدكسسكان أفضلهم الدكسسكان إن شاء الله إنا رح نحكي عنهم على أساس بناءً عليه وفايتامين دي على أساس بناءً عليه فيتامين دي لفل يعني فحص الدم بناءً عليه يقدر يعطيه العلاج المناسب ويسوقه للمكان الأمل وإذا ما فيها شاشة عظام ياخدوا احترازاً؟ لا 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 إذا ما فيها شاشة عظام يعني تكسسكان نعم نعم لا فيتامين دال هو شائع ونقصه شائع بهاي الفترة مش ببلادنا بكل البلاد وطالع الآن بقوة يعني بالساحة الطبية فيتامين دال نقص فيتامين دال وفعلاً هو فيتامين دال مهم لكن ما ننسى إنه فيتامين دال ما بصير يتاخذ لأنه بدون شرط الطبيب لأنه زيادة الجرعة تعد فيتامين دال ممكن تسوي تلبك بالأمعاء وغثيان وإسهال وبترفع نسبة الكالسيوم بالدم لما بيزيد تصير سمية فيتامين دال فبالتالي لازم أي مريض بدي يفكر سمية فيتامين دال يعني الدم بتسمم بالفتامين دال بكتر كميات فيتامين دال ما تاخدوا فيتامينات على راسكم دائماً بكثرة أو حتى مكملات الغذائية اللي فيها فيتامين دال العالي ممكن تأدي إذا بتستخدم أنت لفترة طويلة ممكن تأدي لسمية فيتامين دال وفعلاً فيتامين دال ممكن يرفع الكالسيوم نحن نخاف أكثر إشي أنه يرفع نسبة الكالسيوم بالدم لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم بالدم و بالأمعاء فبالتالي نحن نخاف أنه من سمية فيتامين يمكن بعض المشاكل القلبية كمان بيزيد من حدوثها نعم وممكن نسوي ترسبات بالكلا لما بيزيد نسبة الكالسيوم بالدم طبعاً 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 فبيصير هذا أسوأ نحن برقنا زمتنا قلنا لكم أنه في بعض الحالات اللي بتورد عنده عامل وراثي ومع مثلاً التدخين الكحول أدوية الحرقة قال الدكتور أدوية الصراع أدوية الاكتئاب والكثير اللي حكينا على فكرة فيكوا ترجعوا لكل حلقة احنا بنعرضها من أطباء على الهواء على يوتيوب سلاش أطباء على الهواء أو دكتورز لايف بتلاقوا كل الحلقات بتطلع إن شاء الله ثاني ثالث يوم الإعادة غداً صباحاً للي فاتوا هذا المقطع اللي حكات دكتور محمد فيكوا ترجعوا تشوفوا كل التفاصيل عن العوامل المساعدة على هشاشة العظام طيب دكتور كيف بدوا يفحص مريض هشاشة العظام نعم هشاشة العظام الناس مشكلة إنه بيجي المريض بيحكيك آه الله عندي وجع بعظامي بشكل عام معناته أنا عندي هشاشة هلا فترة من الفترات كان يسمى مرض الهشاشة هو المرض الصامت سايلاند ديزيز لماذا لا يوجد له أعراض؟ تيجي الأعراض مع المضاعفات يعني المريض بيجي يكون أموره تمام وما في عنده أي مشاكل فجأة لا سمح الله بيوقع هذا المريض وأعادية بسيطة ممكن يوقعها أي بني آدم بتلاقي صار عنده كسور فهشاشة العظام هي المرض الصامت ما له أعراض ولكن بعد فترة معينة لازم يصير في فحص دوري لهشاشة العظام بعد سن انقطاع الدورة عند المرأة سن اليأس خلينا نحكي بعد الخمسين ضروري الفحص وبالنسبة للذكور ننصحهم حوالين الستين خمس وستين يفحصوه هشاشة العظام الآن الستين سن الستين خمس وستين خمس وستين للرجال وفوق الخمسين للنساء فوق الخمسين للنساء ما لم يكن عنده مشاكل مشاكل أخرى ممكن تؤدي لهشاشة عظام مبكرة زي ما حكينا بياخد واحدة من هدول الأدوية أو بياخد كورتيزون أو بياخد لا صمح الله أدوية كيموية هاي كلها ممكن تؤدي لها شاشة عظام